دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مشروع المساعدات الإيوائية في مديريتي خب الشعف وبرط العنان بمحافظة الجوف ويستهدف المشروع ما يقرب من ثلاثمائة وثمانين أسرة من المناطق المحررة في المديريتين في هذا اليوم المبارك ندشن مخيمات أو خيام الإيواء التي جاءت من مركز الملك سلمان حفظها الله وهذه ليس الأولة ونحن نعرف أنها ليس الأخيرة وهذا المركز جهودة جبارة معنا ووافية ويرعى هذه المحافظة والوطن رعاية شاملة ونشكر جهود المملكة العربية السعودية في شتى المجالات للجمهورية اليمنية ولل المناطق المحررة ندعو كل المنظمات الخيرية على أن تنظر إلى هذه المحافظة بنظرة جادة كما أننا ندعوهم دعوة خاصة لزيارة محافظة الجوف المناطق المحررة التي لم يبقى فيها إلا أقل من 5% بفضل الله سبحانه وتعالى وأن يولوها هذه المحافظة اهتمامهم المحافظة التي نسأل الله أن تكون سباقة في تحرير المحافظة كاملة في الأيام الغادمة